اشتركوا في القناة 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 يعني اهتمام بالشرب المية ده شيء مهم جدا شرب السوائل بشكل عام لكن المية أكترهم إن أنا لازم أهتم بشرب المية علشان باقي السوائل بقى فيها سكر بقى إن الناس بتشرب شاي مثلا يقول لك لا أنا باشرب شاي ما انتهى الشاي تقول هل ده كده يغني عن المية؟ لا مفيش هاي تغني عن المية شرب أي حاجة تانية بيبقى فيها سكر بيبقى فيها معادن بيبقى فيها أملاح فبالتالي أنت محتاج تشرب بصد الحاجات دي مية برضا يعني أنت فأنت كده كده يحصل لك مشكلة كبيرة بتاعت الإجهاد الحراري المعروفة إنه لو أنت شارب حاجات فيها معادن أو واكل أكل كتير في معادن ومشربتش إصاده مية بتحصل لك مشكلة وعلى العكس التانية لو أنت شارب مية كتير مش واكل حاجات فيها معادن بتحصل لك مشكلة فإحنا لابد كمية المية اللي اندخلنا لنا تبقى مناسبة جدا للجسم عشان تحمينا من الأثر بتاعته طيب دكتور إيه تاني غير ضربة الشمس أو الجهات الحرارية من الأمراض اللي بتكون شائعة في الفترة دي في الفترة دي الأمراض الشائعة من الحرارة كمان في حاجة اسمها حم النيل لو تفتكرون طيب ده بيحصل نتيجة اتفاع درجات الحرارة مع العرق والبوجود أترباء أحيانا على الجسم فتاخفر الغداد العرقية بتاعتنا بتتقفل فيحصل من الجلد نفسه يبدأ بيحصل فيه إحمرار ويحصل التهاب دي من الحاجات الخطيرة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها بيمكن كتير ما بياخدش باله مع العرق مع الحركة ممكن تعمل التهابات شديدة كمان فمنضطر بقى أن احنا ناخد كريمات ونحتر أن تبقى نضافها مستمرة علشان نبدأ نحمي نفسنا من أشعة وعشان كده طلعت فكرة كمان الكريمات اللي بتطلع اللي بيستخدموها للسام بلوك والحاجات اللي بتحمي بشكل جبير وخيام الشمس من أشعة الشمس يبدأ يحصل كمان التقلصات في العضلات لو أنت مشربتش كميات مياه كفاية وده مثال ليه الإجهاد بتاع عضلات اللي لعبت الكرة لما بيلعبوا فبيجهد العضلة فأنت برضو عندك نفس الفكرة الإجهاد لدرجة الحرارة ممكن تخلي العضلات لو أنت بدتهاش مياه كفاية بيبقى فيها كميات كبيرة من الأملاح فالعضلة تنقبض فيحصل برضو انقبض في بعض العضلات في الجسم نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة فأنت محتاج أنك تعمل التمرين العضلة دي علشان تفك ومحتاج برضو يديره سوايا الكفاية حاجات تانية كتير جدا تصل إلى الحاجات اللي يبقى فيها إغماء وفقد الوعي ده اللي هي خفيفة بقى مش دربة شمس ولكنها حاجة كده نتيجة إجهاد خفيف تعرض لحرارة كده بسيطة في الشرع وهو ماشي ده تخليه بتشوفه يغم عليه كده ده اللي ممكن ما محتاجش مستشفى فيه ناس أحيانا ما بتراش تاخد نفسها كويس كمان طبعا طبعا لأنه هو بيبقى خلاص حصل له حالة من اللي بيسموها الإعياء الشديد فبدأ ممكن لو هو الوعي بتاعه شوية خفيف ممكن شوية عصير مع شوية مية كتير جدا مع أنك أنت ترفع رجله لفوق ورأسه لتحت عشان يتدفق الدم من المخ هنبدأ ساعتها لنسيطر على الحالة وبعده عن المكان الحر ده خالص شغل مروحة ده ممكن يسيطر علي عادي طيب اتكلمنا أنه المية ضرورة ولا غنة عنها حتى لو كان هيشرب عصير أو حتى أنه هيشرب شيء أو أي حاجة بيدخل فيها المية لا هي المية عامل أساسي طب بالنسبة للأكل هل في أكلات مبينة؟ الأكل أنا دائما بيحب استخدم حرف الخهف في الموضوع ده أقولك تكتر من أكل الخص والخيار وتقلل من الخوخ يعني دائما طبش معنا هقولك الخيار والخص بيحتمروا على كميات من السوائل كويسة جدا ومفيدة جدا ومعادن وبتعود كتير قوي من المية أنت حتى لو مسكت الخيار والخص وشوفته هتلاقي مية هتلاقي مية زي وكده زي البطيخ والحاجات اللي هي في حرف الخه برضو حرف الخه برضو بس البطيخ معقول نوعا ما غير الخوخ مشكلته اليومين دول ووزارة الزراعة حذرت منه أنه الطبقة اللي عليه من بره دي بتبقى واخد من المبيدات والرش شوية بتمتص بقوة فيه متبقيات فهو بيعمل نزلات معوية في الفترة دي بالذات فعشان كده محتاج تغسل كويس محتاج ما نكترش منه لكن نكتر من الخص نكتر من الخيار نكتر من الكنتالوب نكتر من البطيخ نكتر من الموز كل دي حاجات مفيدة جدا وموجودة ومتوفرة ومش بقول لأي حاجات غالية يعني حاجات كلها في متناول الجميع طيب دكتور فيه يعني فيه بعض الناس اللي حيات ربنا يعينهم شغلهم قائم على وجودهم في الشارع وتحت أشعة الشمس وبيبقى صعب قوي حاجات جودة ومهما قلنا بقى لبسوا كاب أو يبقى فيه شمسية دي تبقى أصلا يعني بيبقى option صعب بفكرة جد شمسية بتبقى صعبة برضو فعايز أعرف من حضرتك برضو الناس اللي شغلها قائم أنه على وجودهم في الشارع تنصحهم بإيه؟ الناس دول زي ما قلت حضرتك أنا عارف أنه صعب ولكن قدر المستطاع لو أنت شغال في الشارع راجل مرور تعال تحت الكبري الكسكتة والكاب بتاعه ده ما يتقلعش من فق راسه تماما حتى لو هيمسك جورنال ويحطه فق راسه كده لابد ما يبقاش جازي ما يبقى فيه حاجز ما بين الشمس وما بين رسول راسه لأن ضربة الشمس بتيجي بشكل أساسي من التعرض المباشر فبيحصل خلينا أقولها لك باللغتنا كده بيحصل الترمستاد بتاع الحرارة اللي بيتحكف في ضربة الحرارة بتاعتنا هو ده اللي بيتأثر بشكل مباشر فأنا عايز أحميه هو ده اللي لغباتها بتحصل فيه كلها فنازم نبقى بعيدين تماما عن التعرض لدرجة الحرارة العالية غير أن الناس اللي حضرتك بتقول عليهم دول عايز أقولك يجمبهم براميل مية مش مية عادية ده باستمرار لأنه عملية عملية فقد مستمر لدرجة للسوائل اللي موجودة ونعمل التعرض مباشر فده محتاج على طول مية 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 باستمرار عظيم الموضوع مؤثر على الكل يا دكتور يعني بالنسبة لناس حتى أصحاب الأمراض المزمنة كبار السن أطفال الناس الأصحاء اللي مجانوش من أي حاجة الموضوع مؤثر على الكل كله كله جميع المواطنين بمستوى بمختلف حالاتهم الصحية كبير صغير طفل ولكن خلينا نقول إنه طفل الصغير برضو والحاجات والناس الكبار قوي دايما هم أكثر عرضة وأكثر تأثرا لنتيجة للطبيعة جسمهم اللي هي شوية نوعا ما ضعيفة جهاز المعلمة بيستحملش فده طبعا ده 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 اللي بنصحه دايما مستحسن ما تنزلش أصلي ما تخرجش إلا للضرورة لو أنت ما عندكش حاجة تستدعي خروجك من المنزل كبير سن أو طفل صغير وما تستدعيش إنك أنت تخرج لأ خليك في البيت أفضل خفص في اليوم اللي زي ده يعني دكتور في هل في بيتامينات معينة ممكن نستعين بيها في الجو ده بتفرع؟ والله أنا وشرب الميا وشرب لو أنت لو أنت من النوع اللي بحب يشرب عصائر مثلا مع الميا تبع حاجات من غير سكر طبيعية فرش تماما بلاش الحاجات الصناعية الأدوية ما منحبش نلجأ لها إلا إذا كان حدك كده كده في طبيعة أدويته بياخد فيتامينات طيب إحنا اتكلمنا عن الأكلات اللي ممكن تساعدنا إيه الأكلات اللي مفروض نحن نبتعد عنها؟ آه الأكلات اللي مفروض دعنا المقلي الأكل المقلي طب هو أنا أفتعد عن الأكل اللي فيه ملح مفهوم ومنطقي خفيف آه يعني مثلا الرنجة والحاجات اللي هي لها مفهوم ومنطقي لكن ماله الأكل الدهون دي الدهون دي في حد ذاتها برضو بتخلي الجسم نفسه في حالة من الوظائف الحيوية بتاعته بتبقى شغالة بشكل أنت بتحمله عبء زيادة عليه فالحاجات المقلية كمان بالذات والحاجات دي كمان بتخلي حالة الجهاز الهضمي مرتبكة دايما فأنت عايز تبقى أو لها لك بتتكلط خفيف خفيف علشان تقدر جسمك ده تدي له مياه كتير ما أنا مش عايزة عايزة حط مكان الأكل التقيل ده مياه فأنت كده بتبلغ جسمك أكل تقيل بيبقى كابس على المعدة وكابس على الجهاز الهضمي يكون في مكان للمياه يكون في مكان للمياه أنا عايزة كتر من المياه عايزة جسم يبقى دايما متعبي مياه كده طول اليوم علشان يقدر يكون قادر أن هو يعود كمية الثوائل اللي بيفقدها عايزة جسم كمان وظيف الأجهزة المختلفة علشان وظيف جسمك كل حاجة أنا عايز أقول لك المياه مهمة للجلد مهمة للعين مهمة للشعر مهمة للبشرة مهمة للكلة مهمة للكبد مهمة كل وظائف الحيوية طبعا كل وظائف الحيوية للجسم مهمة للعنين وملهاش بديل ملهاش بديل ويعني أنا بقول المية دي حاجة وبعدين هي فكرة المية كمان مسألة تعود عود نفسك على أنت دايما جنبك مية خليها مسألة تعود عندك ما تنساش دايما المية جنبك وبعدين متوفرة وحاجة سهلة يعني بكل تأكيد يعني زي ما احنا بنقول جو حار جدا ما فيش زي ما حضرتك قلت دكتور ما فيش ملح فيش أكلات فيها ملح ما فيش أكلات فيها بل نبعد عن الحاجات المقلية كل كلام ده سبيسي طبعا الحاجات الحرية طبعا من البطيخ نتمنى أن الناس اللي تحبوا الصيف تكون مبسوطة ده المهم نشكر هذا يا فندم جزيز شكر دكتور شريف حتى استشهد طب الوقائي وصحها العمل وارتنا بصباح القيبة شكرا يا فندم شكرا جزيلا لك يا فندم طيب يعني بس المهم خلينا نأكد على حضراتكم مرة تانية الجو حر جدا أرجوكو أولا نخلي معنا دايما مية وكمان نحاول نساعد الناس اللي في الشارع يكون معنا أزايز مية نحط مية حتى على الشبابيك البلكونات للعصفير لو فيه ممكن نحط أطباق فيها مية للحيوانات اللي في الشارع يعني نحاول بس كده في الجو ده نحاول كلها نساعد بعض بكل تنكيد بجمعنا خالص فعلا والله أنا مقتنع جدا بكلامك قلتك لفتا طيبة طبعا منك نحن نراعي الناس اللي موجودين في الشارع وكمان فكرة نحن نحط مية تكون مية بردة بالنسبة لي للطيور مثلا ممكن نحطها في الشباك أو على الوحدة بتاعة التكييف هي دي الإنسانية دكتور طبعا مش كروحة شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا يا فندم اشتركوا في القناة